امراته حبيبته حلاله في اي وقت تحاول نلم نفسنا شوية نلم الدور و نلم القطات بتاعتنا نشالهم كده في الدولاب دلوقتي مغرين بالنسبة لهم تعرفين حتى البرفل من احنا من روشه كده تس 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 عادي بيضرب فينا فخر طالي ماشي بالقطاية والشرطاية انا عارفة ان الجو حر او فرهادة بصراحة ما نحاولش احنا يعني زي ما تقول كده نستفزوهم بحاجات ممكن تقدي ان هو يفطر رمضان جانا وفرح نابو بعد غيابو وبقالو زمان غنو قولو شهر بطولو غنو قولو اهلين رمضان رمضان جانا اهلين رمضان قولو معانا اهلين رمضان رمضان ايه ده؟ ايه ده؟ اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ لا مش كده مش كده في رمضان؟ في رمضان؟ في رمضان؟ في رمضان؟ لازم نتفق مع بعض على حاجة مهمة وهي انه مش معنى انه ما بيحصلش معاك انه مش موجود اهلا بكم وعودة اليكم من جديد النهاردة هنتكلم في موضوع ما يخصش غير السيدات المتزوجات فقط لا غير ليه بقى لان احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا وحرك جدا ومحرك جدا ومنتهى الاحراك بصراحة بس لازم نحنا نتكلم فيه لانه مش معنى انت مثلا مش بيواجهك مشكلة مع الموضوع ده او مش بيحصل معاك من الاخر معنى كده انه مش موجود لأ موجود عادي وبيحصل فكان لازم نحن نفتح الموضوع ده ونتكلم فيه لا تجوز العلاقة الزوجية في ساعات الصوم من الفجر للمغرب انها ممكن حاجات خفى عادي ممكن مسكي اليد والحضن الحاجات الخفى ده ممكن تمشي عادي لكن اكتر من كده لا اكتر من كده لا لانه كما معروف للجميع طبعا انه العلاقة الزوجية محرمة في رمضان تماما في نهار رمضان من اول طلوع الفجر وحتى المغرب نمنوع منعا بتا العلاقة الزوجية وهنا بينقسم الازواج لنوعين اول نوع وده اللي بيحاول شوية نوعي كنترول الموضوع فبيتجنب مراته طول نهار رمضان منعا لحدوث حاجة كده او كده اما بالنسبة للنوع الثاني وده اللي شايف ان امراته حبيبته حلاله في اي وقت اي وقت لازم تكوني متاحة في بعض الاحيان بسبب العطش والجوع الشديد يفرز الجسم بعض المواد المهدئة التي تساعد الجسم على الاسترخاء مما يزيد من التفكير في الموضوع ده يعني الموضوع بيزيد التفكير فيه بشكل جريب بشكل ما تتخيلوش اصلا فاحنا ما نحاولش كمان ان احنا نزودها بقى ان هو كده ولا كده زيادة الطبيعي بسبب الجوع والعطش فاحنا ما نجيش احنا بقى نزوده من نحية تانية بحاجات تانية فعشان كده بقى حبيت ان انا افتح معاكم الموضوع ده لانه خاصة مع الصيام ومع زيادة العطش والجوع الشديد اوي فالجسم اصلا بيفضل يعني يفرز مواد تهدي الجسم او تحسسه بالاسترخاء عشان ما يكونش حاسس بالجوع او العطش الشديد ده فبالتالي اصلا عند معظم الرجالة بيزيد التفكير في الحاجات دي وممكن كمان عند بعض الزوجات برضه النقطة اللي جدي بقى مهمة اوي انا هنا بقى لكلام يليكو يعني سيبدأ بقى خالص كده ونتكلم ايه مع بعضنا كده واجه لوجه ستات في بعضينا فعشان كده حبيت ان اتكلم معاكم في الموضوع ده النهاردة خاصة انه لو انت مثلا فترتي في النهار الرمضان سواء فترتي بسبب الفيديو او فترتي بسبب الموضوع التاني ده فعليكي القضاء بس ان انت بتقضي اليوم اللي انت فترت فيه لكن بالنسبة للرجال الوضع مختلف خالص هم عليهم القضاء وقفار ستين يوم يصوموهم ورا بعض ولو ما قدرش يصوم ستين يوم يكفر عنهم ان هو يطعم ستين مسكين او يطعم عدد الايام اللي هو فتر فيها بصي قصة كبيرة كده اوي احنا طبعا مش عايزين نحطوهم في موقف زي ده وعشان كده انا بتكلم معاكم النهاردة لانه ما ينفعش بصراحة يعني في النهار رمضان تفضل يماشي بالقطاية والشورتاية انا عارفة انه جوا حر او فرهادة بصراحة والواحد فعلا يعني عايز يلبس براحته وينطالب براحته بس في حاجات بتبقى يعني مغرية للرجل انسي ممكن تكون بتتعملي عايزي وقف في المطبخ عايزي بالشورت عشان تطبخي الاكلة بتاعت الفطار يعني فانتينياتك والله كويسة بس هو بيبقى شايفت بقى من جهة تانية خالص او مثلا بكلام معين او بنظرة معينة او بنظرة معينة خدوا بالكو يعني رجالة ذي يعني مفيش اسهل منها خالص بيتجابوا بكلمة خدوا بالكو فانت ممكن بنظرة معينة او بكلام في حاجات معينة تخليه هو غزبا عنه حتى من غير ما العلاقة التم كاملة تخليه هو يفطر بدون التوضيح يعني بتفاصيل الموضوع ده هو هيفطر فيبقى عليه قضاء وكفارة وليلة كبيرة حضرتك فانحاول ان احنا نبقى قدر المستطاع ملتزمين قدامهم خاصتك كمان فوقت البريوت ليه بقى؟ نقف فوق فهنا بقى لان فوقت البريوت تحديدا بصي انا معاتي قلبا وقالبا احنا كده ولا كده فطرين فكده ولا كده هنقضي الايام دي فمن حقق بقى تخليه وتشربه وتعملي كل حاجات اللي انت عايزيها بس يعني مالاش نافور في الموضوع ده شوية يعني اصلي مانا فاطرة بقى اه انا فاطرة بقى فافطروا كمان معاي او اتعامل على طبيعتي قوي في عين الراجل غالبا بقى ما يكونش عالف يروح فين وانت امراضه بقى وقدامه فمش طول النهار فحط بقى ميكب وحط برفانات رايحة جاية عما لحط جو حر بقى عما لحط والبس براحتي وتكلم براحتي مانا فاطرة بقى مانا فاطرة لا ننفعش بقى الكلام ده فنهار رموضان عشان بجد في رجالة فع ما بتعرش السيطر اواء عن نفسها فممكن تلاقي ان هو فطر غصبا عنه او ان انت يعني اللي هو بقى جماعة في رمضان في رمضان مش هينفع الكلام ده فرمضان لخليه بعد الفطار وانا برضو موضوع ياخدنا النقطة مهمة اوي وعلي فانا انسب وقت العلاقة الزوجية في رمضان يكون وانا الكلام ياخدنا تلقائي لنقطة مهمة اوي وهي امتى انسب وقت العلاقة الزوجية في رمضان مبدأين احنا متفقين حرام منعا بتا شاملا قولا واحدا العلاقة الزوجية في نهار رمضان من اول طلوع الفكر لحد المغرب طيب امتى بقى بعد الفطار حلو امتى بقى التوقيت برضو اللي بعد الفطار امتى برضو والواحد لما بيأكل حتى لو فطار بسيط برضو احنا يعني عاديين طول النهار من غير اكله من غير شربه كده فراحت بيحصل من اقل حاجة حتى معادته تملت فالافضل ان يكون بعد الفطار بتنة او اربع ساعات يكون الجهاز الهضمي كده اشتغل والدنيا تمام وخلاص بطننا ارتاحت فوقتها ممكن يبقى انسب وقت العلاقة ال� او ممكن حتى قبل الصحور وقبلها بساعة بساعة ونصف اختي كده ينفع وكده ينفع فاش مشكلة خالص يعني بس برضو ما يكونش قبل الصحور قوي يعني فهميني ازاي ليه بقى عشان ما يبقاش الواحد مستعجل برضو وفي نفس الوقت عايزيل حقيقة وخايف من ازان الفجر فبال الموضوع في لا باش زي بو احنا عايزين يتم زي موضوع كده ايه اشباع شوية او ارداء شوية عشان يعني يسيبوا الزوجات في حالهم خاصة الناس اللي هم بتعرفش بجد ان هي تعمل الكنترول على الموضوع ده ودي طبيعة بشرية يعني ده حاجة فيه فيه عندها القدرة تماما انه مثلا مع ان هو يقرب من مراته وان هو يلمسها وان كل حاجة يفضل صامد على موقفه ويفضل تمام وفيه رجالة تانية لأ بيبقى الموضوع صعب فعشان كده بلاش برضو ايه يعني زي بقول لكم الكلام النظرات ان هو يبقى مقرب منك قوي او انت مقربة منه قوي او في اي حركات لان كل دي يعتبر مقدمات اصل العلاقة فلا حصلت في نهار رمضان وارد جدا ان هو يفتر ستين يوم ستين يوم ستين يوم ستين يوم الرجل هيصنهم وقفار وحاجات كده كتير احنا معناش غير القداء فالموضوع اسهل بالنسبة لنا شوية وغير كده وكده هو زي وزي الاكل والشرب بالزبط يعني هو نفس الحرومانية بالزبط كالواحد فطر في نهار رمضان عن عمد وطبع الحاجة اللي بتتعمل يعني الحرام اللي بتعمل عن عمد او عن قصد او يعني انا مصر بقى عليه بيبقى غلط اكبر من الغلط العادي بكتير فانحاول كده معلاش ستاتي يا زوجاتي يا عزيز حبيباتي نحاول نم نفسنا شوية نم الدور ونم القطات بتاعتنا نشالهم كده في الدولاب دلوقتي لا حد انا احنا جوه حار بجد جوه فرهادة بجد على الاخر على الاخر واحد يعني مش طيق نفسه بس نحاول يعني مراعفا لمشاعرهم يعني يا حرام في نهار رمضان وفي الصيام وكده مش عايزين احنا نبقى عليهم احنا ودني عليهم مش عايزين يعني نضغط عليهم او يعايزين كده الشهر الكريم يعدي علينا في سلام ونطلع منه واحنا متهارين نفسنا سواء من الزنوب او متهارين الج من كل السموم اللي ممكن تكون فيه الصيام ده ليه فوايد كتير جدا فالواحد عشان يصوم يصوم صح بقى لما نصوم يصوم عن كل حاجة ما نحاولش ان احنا يعني يا جماعة بقى نحسش اصل باصل انا اقول لك الحاجة هو كلس اصلا في خطبة الجمعة اللي فاتت تقريبا هنا في الجامعة كان واحد بيسأل ان هو وقع في الموضوع ده في نهار رمضان فالشيخ بقى يعاني قاعد بقى يقول الحكم كده قدام الناس كلها ويعني الموضوع ده بيحصل حتى لو مش بيحصل معاك حتى لو انت شايف له لا ما بيحصلش حصل على الايام الرسول السلام ويقول لكم الحديث الصحيح الذي جاء فيه الصحابي يشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده وقع باهله في نهار رمضان قد ورد فيه حكمه بالكفار عليه وحده ولم يخبره بكفار على امرأتي فلم يجب على المرأة الا القضاء فقط يعني اللي عايز اقوله ان الموضوع ده بيحصل حتى من زمان من على الايام الرسول فحلو ان احنا فتحنا الموضوع ده مع بعض واحنا كستات كده مع بعضينا انا بقول لك اهو بلاش الابوار الز او بلاش ناخد راحتنا قوي في الصيام يعني في حاجات مثلا ما شيف الشارع مسكين في ايدين بعض عادي بتي حاجة عادي يجد مسكين في ايدين بعض وانتقعدين في البيت عادي انت بتبقى عارف وبرده هو اخره ايه ممكن برده في ناس بيقبالوا بنحضن عادي لو الواحد ما امن نفسه عادي حضنه بعض لكم وفيش مشاكل انما في حاجات بجد يعني لو علينا بالليفل شوية خلاص احنا بنبقى عارفين ندي مقدمات لحاجات تانية فبلاش الحاجات تتم في نهار رمضان عشان نبقى دايما في بلاش كل مواضيع دايما في نهار رمضان ايه دا كل دا ايه دا مش عارفة دا من الحر مثلا ولا من الاحراج ولا ايه مهم يعني كل سنة وانتو طيبين وانا حبيت كمان اوجه كلامي خاصة للعراس اللي اسم مش عارفين الدانيا مشي ازاي يعني ممكن الواحدة بعد الجواز بشوية بتبقى فاهمة فبلاش القطات يا جماعة بلاش القطات وبلاش الشرطات بلاش على قد ما نقدر نحاول ان احنا ما نكونش مغرين بالنسبة لهم تعرفين حتى البرفل من احنا ما نرشو كده عادي بيضرب في نفوخه الرواح دي بتضرب في نفوخه يعني الرجل هيهرب منك فيه مقبوزك في بوزه لانهار يعني لو مثلا شغله بيقعد 3-4-5-7 ساعة في شغل بيقضي بقين يوم معاكي فاهمان انت فوشه طول الوقت فمش هينفع يعني بس كده دي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة كل سنة وانتو طيبين اشوفكم الفيديو الجعل خير ان شاء الله شكرا